هاي والآلات الجديدة ديال الدرس أو ديال التصفية بالصفة عامة نشوفو الأجواء ديال الأجداد وكيفش كيعيشون الناس جبالة والناس ديال بادية بالصفة عامة هل ما كان هذا يعني كيكون خاص يعني لجميع ديال الصراح هناك تقوم عمليات الدرس يعني الدرس بالطريقة التقليدية بالبهائم ماشدة يعني كما ظهرت دبا يعني الآلات والماكينات دبا كنقوم بالعملية ديال الأجداد طريقة تقليدية يعني عتيقة محضة هذه يعني الروت البهائم أو الفضلات البقر كنحنكو بها ناذر يعني باش ما يقشفه ديال الشقوقات ما يقشفه الغبراء والتراب يعني كيجي معها الغراء والفضلات البقر يعني الروس للبقر فقط كما كتشوفو دبا كنحنكو ونجيبو الشطابة ضدرو يالي كتصلح لهذا الناذر هذا وكنكبو الماء وكبقى نحنكو كفاة الطريقة هذي يعني باش ما يبقاش ناذر او الارض اللي غنحط فيها الزراع ولي غندرسو فيها يعني الزراع بالطريقة التقليدية خاصة تكون يعني سليم وما فيها شي يعني التشققات وما فيها شي يعني الترب باش يجي الزراع انقي كما نشوفو في العملية ان شاء الله قمنا بالعملية يعني الدارس وقمنا بالعملية التصفية وكذلك التصير كما تشوفو يعني حنك نكامل كتسم هذا تحنيك الناذر يعني بالطريقة التقليدية هذه هي الطريقة دي الأجداد قد انتاثر يعني قد مشي يعني الظهور نكينات والآلات يعني ديك شي سريع هذه العملية يعني العملية الأجداد تطلب وقت يعني كثير جدا يعني كثير جدا وكذلك تحنيكو وخليه يشتاف وكذلك وكذلك الدرس بهاي مخصصك الدور وكذلك تجي العملية التذريهة هذه العملية تحتاج للرياح بيزا باش تتفصلت بين عند الحبوب وهنا لقيت واحد العود في النابر طويل وطلعت للرز يالو ونشوف ديك تحنيك وشجام زيان هنا نخوضو تصبر من فوق ويشوفو يعني دك شي يعني بحلف الدرون يعني دك شي رفاية دك شي واع كما كتشوفو وكذلك نكون سلينا ده باجة العملية تغسين درجلين وغسين دريدين باش نناكلوا شوية وثاني باش نظن كملوا العملية دينا ومحبا بكم بعدنا واتمنى فيديو اعجبكم واتنساو الاشتراك بالقناة باش توصلوا بكل جديد وده باكونوا سلينا ده ما نكونوا سلينا بهذا فيديو الى فيديو اخر السلام عليكم وانتلقوا في فيديو اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة